السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. آآ برحب بكل المشتركين معي في القناة. وبرحب بالمشتركين الجودات معي في القناة. وبشكركم على التعليقات. آآ النهاردة آآ قراءة عاطفية لموليد برج الثور. آآ نبدأ برج الثور. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا برج الثور. برج الثور في الفترة الاولى من الكراءة. المدة اللي احنا قلناها. بالنسبة للمتزوجين والمرتبطين. آآ هيكون عندكم في الفترة دي يعني الناحية العاطفية هتكون جيدة وفي تفاهم مع الشريك. ده بالنسبة للمرتبطين وللمتزوجين. آآ لكن يا برج الثور التارد بيحذرك في الفترة دي من العينات لان دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تلخبط كل ده. يعني ممكن تلخبط التفاهم والحب آآ هيكون عندك شوية عينات كده. آآ تخلي بالك منهم. آآ شايفة في حب وتفاهم من الطرفين. آآ ممكن برج الثور يعني تفق امور آآ آآ انت بتفهمها غلط في امور كتير انت بتفهمها غلط. او تكون آآ ردود افعالك مش آآ مش ملأم للموقف يعني مش على قد الموقف. او غير الموقف خالص يعني ردود افعالك. اما الغير مرتبطين الفترة الاولى من الكراءة. في المدة الاولى برضو مناسبة جدا عندك للحب. وفي عندك احتمال كبير مقابلة الشخص مناسب. يعني شايفة الفترة جاية ان شاء الله فيها ارتباط وحب متبادل. عندك فترة جاية جميلة جدا يا برج الثور. طب نشوف الطاقات الموجودة كده معنا. في طاقات ترابية طبعا طاقتك. شايفة كمان العزراء. طاقة ترابية تانية ديرك. وفي طاقات مائية ونرية كمان. طيب يلا نشوف حكاية الثور معه من الابراج دي. مع الطاقات الموجودة يعني في الاول عايز اقول ان شايفك يا برج الثور مركز اكتر حاجة على الناحية العملية. حابب تطور من نفسك على المستوى العملي وشايفك بتفكر يعني انك بتوصل لدرجات اعلى او او شايفك كمان بتتكر في شغلك. يعني عندك افكار كتير الجديدة وبتسعى لتحقيقها. عايز تحققها عايز تنفذها. ممكن في الفترة دي تلاقي ناس كمان تحاول تقلل من حماسك ده. يعني شايفة كمان متحمس جدا وشايفة فيه اشخاص بيحاولوا يقللوا من الحماس ده. بس شايفة كمصمم عارف انت تعمل ايه؟ وعايز توصل لايه؟ وطبعا بالتوفيق لكل موليد برجسور. النحية العاطفية شايفة عندي موليد برجسور شايفة امتصال شايفة انتظار. عندك طاقة انتظار يا برج الصور. بعضوكو عايش حالة من القلق والانتظار بعد الانتصال. بعضوكو لسه متعلق بالشريك يعني لسه فيه تعلق شديد جدا. وده سبب الانتظار اللي انت فيه. يعني لسه بتحبه ولسه نستنيه يرجع. يعني رغم انك مش بتظهر ده. شايفك مش بتظهر ده على الاقل اللي حواليك. شايفة فيش طياء وحنين من الطرفين يا برج الصور. يعني عند بعضوكو الحبيب برضو تعبين وبيفكر فيك باستمرار. بيفكر كمان آآ يعني ظاهر هنا عندي بيفكر كمان في كل حاجة وصلت العلاقة للوضع ده. عايش فترة تفكير وحساب للنفس. يعني شايفة بيحاسب نفسه وبيحاسبك انت كمان بيحاسبك بينه وبين نفسه. يعني كأنه كأنه بيعدك او بيلومك. هو تعبين جدا. بس رغم كل تعبوا ده. انا شايفان مش عايز بتتكلم في الفترة ده. بعضوكو اتقفل الاتصال من ناحيته. بس هكمل الكراءة كده واسحب كروتة هشوف هيعمل ايه? او هتروح لفين العلاقة? بس شايفة في بعضوكو في الاتصال اتقفل تماما. عشان كمان فيه كمان آآ شايفة عند بعضوكو محكمة. شايفة محكمة والطرف التاني. آآ عند بعضوكو داخل على حاجة جديدة او بيعمل حاجة جديدة. بصوا شوفوا بقى. هو فيه نسبة كبيرة جدا في رجوع للشريك. بس مطلوب منك يا برج الصور تبعد القلق والتوتر عن حياتك وتفكيرك. يعني آآ مطلوب منك تكون ايجابي. عندك افكار سلبية كتير. عندك آآ جواك في خوف وقلق كده وتوتر. اغلب الوقت. يعني اغلب اوقات يومك عايشها كده. ما بتنامش كويس خالق. آآ يعني انا بطمنت برج الصور فيه عندك تغيرات كتير ايجابية. يعني انت داخل عليها في الفترة اللي جاية دي. آآ وموفق بازن اللي في اغلب امور حياتك. آآ وانت اصلا فلكيا يا برج الصور في شهر مايو هيكون بنسبة لك يعني بداية كل حاجة حلوة. نهاية كل سيء من حياتك. يعني عايزاك وتتفقله وتستقبله كده اللي جاي بس بس زي ما بقول دايما في ابراج اللي بلاقيها كده وهي عندها حاجات حلوة كتير جاية. آآ افتحوا منفذ الطاقة عندكم. شايف عندك حزوص كتير يا برج الصور. آآ وعندك آآ يعني تدخلات اللي هي في امور في بعض امور حياتك. يعني بعد معاشت فترة كبيرة في عندك ركود اللي حياة واقفة كده وتأجيل. خصل عندك تأجيل في حاجات كتير وحاجات كتير وقفت وتعطلت عندك. عندك فترة جاية آآ رائعة بصراحة. في انطلاقات جديدة وكبيرة. آآ شايف عندك يا برج الصور كمان اتصالات. فيها هيحصل اتصالات في الفترة القريبة اللي جاية ولقاءات كلها يعني مبشرة بالخير. فيه اللقاءات منها هتكون آآ يعني آآ آآ فيها شوية كلام بس مش آآ بس مش هيكون بشكل سيء قوي يعني يعني هيحصل فيه لقاءات هيحصل فيها الاول آآ كلام كده مشابات كده على خفيف. بس آآ هتتحل الامور بسرعة ان شاء الله كلها انتصالات ولقاءات آآ كويسة بالنسبة لك يا برج الصور. برج الصور والعاطفة آآ يعني شايف كمان عندكم بعض مواليد برج الصور في الفترة اللي فاتت دي تعرر كتير لخزلان. فشل متتالي في علاقات. يعني شايفة في علاقات كتير مرت بحياة برج الصور ما خصلش فيها آآ 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 نجاح يعني كلها علاقات رو شايفة فيها انتصال يعني كلها برج الصور ما توفقش فيها. شايفة كمان مشاكل داخلية ممكن تكون مع الاهل. معدوقوا عنده مشاكل كمان مع الاهل. آآ آآ قلبك قعد لفترة يا برج الصور مكسور. ولسه حاسس بدا لحد دلوقتي. يعني هو الكسر اللي في قلبك ده انت لسه حاسه لحد دلوقتي. آآ 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 الانفصال اللي انا شايفة شايفة مع ابراج مائية. وابراج نارية. آآ آآ وفيه حب كبير كمان. يعني برغم البعض ده. فيه حب كبير كمان. آآ آآ نسبة كبيرة فيه رجوة مع ابراج آآ آآ نارية. ان شاء الله يا رب. وهيحصل تواصل في الفترة اللي جاية دي. شايفك يا برج الصور انت اتعلمك. انت كمان اتعلمت كتير قوي. يعني شايفك قعد آآ 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 بس بس نفس الوقت. هي هو علمك حاجات كتير وعشان كده انت هترجع بشكل افضل يعني سواء حياتك عموما او حياتك مع الطرف التاني انت هترجعوا بشكل افضل لاني شايفك اتعلمت حاجات كتير وبقيت شايف الامور بشكل اوضح يعني حسبت نفسك كتير برغم زعلتك من الطرف التاني انت كمان في الفترة دي انت كنت بتحسب نفسك يعني كنت بتفكر حاجات انت كمان بتعملها وبتحسب نفسك عليها قرفت الاخطاء دي كلها اللي كانت بتلغبط الدنيا عندك دايما اكيد ده كان المقصود من كل اللي حصل يعني انك تتعلم وده بيبقى المقصود على فكرة من كل اللي بيحصل في حياتنا يعني اي حاجة بنشوفها سيئة في حياتنا هي المقصود منها فعلا ان احنا نتعلم يعني زي ما بيقولوا محدش بيتعلم بسهولة او ببالاش بنتعلم بندفع ثمن كبير قوي بس في الاخر المهم ان احنا نتعلم من كل اللي حصل لنا ايه الاخطاء اللي وقعنا فيها ايه اللي نعمله ايه اللي ما نعملوش ده حصل لك في الفترة دي ايه كمان ايه او اوصلك لانك تعرف وضع كل شخص في حياتك متى شكلك كان فيه ناس بتدخل في حياتك او كان فيه ايه كلام عن حياتك بتقولوا الاشخاص ايه الاشخاص تانية ما كانش ليها ان هي تعرف حاجة عن حياتك انت في الفترة دي اتعلمت انك كل شخص في حياتك ليه حدود وليه وضع معين هو موجود فيه ودي حاجة كويسة يعني برغم تعبك دي حاجة نتيجة كويسة انت وصلت لها فعلا اهو يعني الكارث اللي تلاها لكيني انت انت محتاج انك اي حد عملك وضع او تسبب لك الم يعني واتخدعت منه في الفترة اللي جاية انت تطلعه من دماغك ومن حياتك اي حد تسبب في كل حاجة انت مريد بيها او ممكن تكون انت بتفكر في كده فعلا وده علشان تقدر تستقر يعني تقدر تشوف باقي جوانب حياتك بايجابية لان انت كمان يا برج السور زعلت ناس عزيزة عليه في الفترة اللي فاتت بعضكم زعل ناس عزيزة عليه في الفترة دي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شايفات مستعدة في الفترة دي انك تبدأ اا وتعمل كده. انك تصلح في علاقات محتاج انك تصلحها. شايفات مستعدة في الفترة دي انك تصلح حاجات كتير. ازباد لو في حد غالي عندك او عزيز كده انت ازعاله. لازم تصلح جامعيا. شايفة القراءة ايجابية وفيه تطور كبير او في معظم امور حياتك ان شاء الله. فترة جاية يعني اكتر من رائعة بصراحة الاشخاص اللi اتعرضوا لخيانه سمح يا برج الصور لان شايفة عند البعض الحبيب ندمين جدا. عند بعدكم شايفة فيه ندم كبير جدا قلبه موضوع عليك اكتر من نفسه الممكن العلاقات اللي زي دي. لو برج الصور عايزها ترجع هترجع بالكسامها يعني هي ما فيهاش اي مشكلة غير ان برج السوري يسامح شايفة المرتبطين حياتهم فيها حب ونوعا ما مستقرة بس شايفة انه ممكن تكون فيه مشاكل مادية بتقابل بالطرف التاني يعني وصلته لتعب نفسي ومتعب عضوي كمان يعني بقى مكتئب بالطرف التاني عندك يا برج السور الحبيب الزوج كده فيه مشاكل مادية بيعاني منها وهو تعبين جدا بسبب كده بسبب الضغوط بس شايفة لها فيها حل قريب ان شاء الله وشايفة المنفصلين عندهم نسبة رجوع بعد درس بعد درس اتعلمتو انتو والشريك يعني شايفة انا كان المقصود من كل اللي حصل معيكو او في حياتكو ده شايفة كان درس قوي جدا ليه بقول درس سوري درس لان انا شايفة انت بتحسب نفسك وهو بيحسب نفسه وبتبصوا على امور كتير تاني في حياتكو وبتبصوا على الناس حواليكو وبتبصوا على الناس انتو دخلتوهم في حياتكو تفكيركو مش بس في العلاقة وبس عايزين نرجع تفكيركو ايه اللي وصل العلاقة لكده وبعد التفكير ده انتو لما ترجعوا لبعض كل الحاجات الغلط اللي كنت بتعملوها قبل كده مش هتعملوها تاني يعني هو ده اللي انتو نويين عليه اه ربنا يوفق الجميع ان شاء الله كمان الغير مرتبطين اه زي ما قلت فترة عاطفية جميلة جاية وفي مقابلة للشريك مناسب ان شاء الله هيكون فيها حب متبادل اه 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 تانية هو وعلى فكرة انتو عندكو برضو دي اه شفتها في التوقعات الفلكية اه افتكرتها دلوقتي انتو فعلا في بعضكو هتكون اه الحب اللي انت هتقابله واحتمال تكون قابلته كمان اه اه هيكون جنسية مختلفة عنك يا برج الصورة يعني بعدكم الحب اللي عنده هيكون الطرف التاني انت بلد وهو بلد تانيه اه شهر موفق ان شاء الله وعام سعيد كله موفق عليكم ان شاء الله اه قراءة كويسة جدا اه يعني مبسوطة منها شوية عن القراءة تقريبا بتاعت ابرل اه موفقين ان شاء الله اه مستنية تعليقاتكو اه ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك شير لو الفيديو مذكبكو اه 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 ترجمة نانسي قنقر